مية مصل او بيكون موجود طبعا هون في ميز الميالجية انه بيكون في عندي او اللي بتكون موجود اللي بتربط عليها العضلات على على المفاصل اللي بتكون يعني بتلقم عمية الحركة. ام طبعا هو او في بعض الحالات ممكن يعمل طبعا بعض انواع نحن نحك عنها في هاي الحالة. ام طبعا كان دي من يكون زي ما حكينا للبون اي انجري يصير بيعمل عنا ام الام في العضلات او في العظام. ام ايش الاشياء اللي احنا بنستخدمها عشان نخفف من هاي الالام. في العادة. ممكن نوخذ ادوية زي البرستامول ممكن نوخذ ادوية زي او زي اللي بتكون زي اللي كتير في حالات خلينا نحكي اه في اه او يوم يكون في عندي او تجمع للسوائل يوم نجي نحكي عن عن الالف رايتس والالف راقية كمان شوية. ام الان حكينا احنا المحوظة للماضي انه اي تومة زي هيك في الحالة احنا اول يوم لثلاث ايام نعطي عشان هذا بخفف الالم وال بعديها منعطي اه عشان يعمل يعني ام يزيد الفلوفة بيقالي الدمج اللي صاب. ام طبعا في عنا من اسمه يعني نوع من انواع المياه يعني بس هذا بيكون يعني بشكل عام فبكون يعني وهذا بيحتاج على الشيء اللي حكناها انه يصير في بادي مساج وبعض اي احنا نسميها مش اي نوع من الاكسرصايز يعني يحتاج في فزيكال ثيرابس فيها الحالة. اه طبعا مشكل عام في المياه العلقة او. في اننا حالات اظل مهمة. وصوح تيجي في الامتحان يعني اذا في امتحان فائنا. هاليومين ببين انا كل المعلومات. ان شاء الله. إذا كان البن برزيست أكثر من ثلاثة أيام البن سبير أو أنك سبلين أو إن في أنيه نعمل للطبيب بقى الحالة تمام طيب بس عيدها طيب أكثر من ثلاثة أيام آآ إذا كان أكثر من ثلاثة أيام شديد إذا كان مش عارفين شو السبب يعني مش والله واحد أخذ ترومة يعني مثلا يجي واحد يقول لك والله ركبة تناف خلص أنا ما عملتش اشي ممكن تكون في هاي الحالة جرياتك الكبير في العمر بس أنا ما عملت ولا تحركت ولا يعني ضربتها عملت تروم أو تحركت غلط على ركبة هذه وصار فيها انتفاخ وسوائل في هاي الحالة يعني بيحتاج تصوير وبيحتاج نعرف هل فيه سوائل وهل نقدر نسحب السوائل أو بدنا نعطي مثلا مضادات حيوية صار فيه التهاب في الركبة مثلا فيه جروح على الركبة أشياء زي هيك فهذه بيكون البن فيها دلحال الرابع يعني وهاي على أغلب بتصاحبها فإذا فيه أي أو فيه أي حرارة هاي يعني أو ممكن بهاي الحالة كمان نحولها للطبيب أو لازم نحولها للطبيب بهاي الحالة تمام الآن في بعض تمام دكتور تمام في بعض الأحيان احنا بنحتاج نستخدم تكنيك نسحب السوائل من الركبة احنا بنسميها هاي التكنيك بنيجي بنسحب سائل من الركبة يعني نوع من السيرجي في هاي الحالة طبعا هذول المرضى اللي بيكون عندهم يكون في عندهم في بعض الأحيان إذا كان ممكن يعني الحالة علشان إنه يعني تخفف الأعراض بسبب البن الناتج عن تمام الآن في عنا بعض أنواع البن رح نحكي عنهم من اسمه هو أو فبالجين الموجود هاي اللي بتكون زي الأشياء اللي بتكون احنا بنسميها هاي بتكون موجودة وبيربط فيها طبعا هون في بيكون بيجي صاحبه وبيكون الألم بتصاحب مع الحركة يعني فيوم يتحرك بيصير في ألم فهذا بشكل عام إذا كان بس ما تطور لأن بيكون يعني يعني لكن إذا إذا صار في عندي طبعا اللي احنا نسميها مصطلح أو إذا كان يعني هون منحتاج أنه يعني لكن ممكن نحتاج أدوية من رح نحكي عنها لكن إجمالا يعني 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 وعلى الأغلب بينما الأغلب بتكون يعني 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 نوع نوع من أنواع يعني إذا ظهرت على طول إحنا لازم نعمل للطبيب في هاي الحالة أو هي عبارة سمتوم إنه منها إنه تجمع سوائل هاي سببها بتكون إذا صار في عندي تروما فبصير يتجمع سوائل علشان هاي الفلويد زي تكون موجودة في الجوين هاي الفلويد تحاول تخفف من إذا صار في عندي يعني للسوائل أو إنه في عنا أو صار في واضح آم فهاي الحالة سواء كان طبعا أو إذا كان عندي في حالات هون في هاي الحالة ريفير باك للطبيب عشان نعرف شو الأسباب اللي عملت الألثرايتس هاي مثلا أو بس هاي يعني ما فيها يعني عشان يعني امتكد هل في 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 فهذولا بشكل عام احنا نعتبرهم يعني هل مثلا في نحنا نسميها حول يعني في جروحات حول الجوينت لأنه هذا بزيد لنصرف عندي في الجوينت الآن طبعا زي ما حكيت عشان عشان هيك بدنا نعمل للمريض في هاي الحالة يعني عشان نشوف فهي فهي أول نقطة إذا في صان منعطي عندي بيوتك احنا منعطي وإجمالا هاي يعني مثلا إذا كان هذا تعطي في هالحالة لكن إذا كان في عندي بشكل عام نطاطي صاحب البين أو كمان بك تحت نطاطي إجمالا هذول هذول أكثر يعني خاصة في حالات اللي بيكون في عندي يعني أو اللي حكينا عنها هي يعني منستخدمها منسحب سأل منسحب يعني السأل وكمان منطلب منه عين عشان نشوف هالسأل يعني 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 قعد بسحب السأل هاي سيرجل بخضو عين أو بيخففو نسبة السوال الموجودة في الجوينت مش حكينا انه ممكن يصير في الناس سوال بسبب فيخففو نسبة هاي السوال اللي موجودة في الجوينت فهاي احنا بسميه آآ في بعض الاحيان يعني سواء كان يعني أو اللي طبعا احنا يعني بتصاحب اكثر اللي هي آآ ممكن يصير في عندي تراكم اكثر لمواد زي اليوريك أسد فبس في عندي كندشن اسمه أو انه ممكن يكون هذا السبب للألثرايتس اللي صار تراكم اليوريك أسد آآ برضو في هاي الحال اللي هي بعرفش اذا انتو اخذتوا في الترابي اللي ما اخذ ثرابيتو بس اجمالا في يعني اشياء بتهمنا شوية في يوم نيجي نحكي على محاورة ثرابي لكن في بعض اللي احنا في يعني كصيدلان بيشتغل لازم ينتبع عليها شوي آآ علشان يعني يفهم المريض ايش عنده اجمالا بس نحكي بسرعة اللي احنا بنسميه يعني هاي بتكون على يعني الجوينت اللي بتحمل في الجسم زي الاكتر اشي بيكون او الني طبعا هاي كلها بتشيل لعمود الفقري بتشيل الجسم من فوق آآ طبعا هون في في دراسات كثير بتحكي انو انك تستخدم وهو طبعا الويتلوس اهم شي في خاصة اذا كان في الني في عندي فلازم نخفف الوزن علشان انقل خلينا نحكي اللي اللي راغط على على الركب الآن اي كيلو زايد فيما يخص الركب بالذات لانا بتكون شالي كل جسم آآ في حالات اي كيلو زايد بيضغط اربعة كيلو على 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 حمل على الركب فالناس الناصحين في العادة بصير في عندهم آآ اصابات دائما في ركب متكررة الآن طبعا اللي هي نقصد فيها في هاي الحال نستخدم او زي ما حكينا طبعا زي ما حكينا بسيب اكثر اشي زي اللي موجود في الصورة آآ هون هون مستخدم احنا كمان مش بس آآ في هالحال آآ كمان زي لأنه هذول ممكن المرضى بسبب بين السير عندهم كمان زي ما حكينا آآ فيزيكال ثرابي بيحتاجوا آآ فيزيكال ثرابي من بيراجعوا علشان يخففوا الألم اللي موجود عندهم آآ عاسته الآن نحكي الأشياء المهمة بشكل عام المريض ممكن يجي يحكيك ويقول للك في الصيدلية أنا والله أول ما أصحى من النوم آآ بس أمشي بكون في عندي ألم شديدة والله حاس ظهري كله إحنا منسميه يبس يعني آآ مازك مش قادر تحرك هذا بيكون عراض بايش بشكل عام الآن بس علشان عيد الأشي اللي حكيته الآن ممكن الكلام اللي حكيته كان يعمل شوية الآن أنا حكيت أول ما يصحى من النوم أول ما يصحى من النوم والمريض بده يقوم هيك يتحرك فالألام هاي طبعا ليش أنا بحكي هاي العراض لأنه مثلا نحن حكي في طب هل ما بصير في عندي آآ في مشاكل في الني مثلا طب بصيب مين المرضى الكبار في العمو أكثر صح لأن نحن عارفين إيش بيكون صح طيب الستيريثرايتس في إلو كاركتوريستيكس البين تبعته بيكون صح مزبوط ولا لا والله حكيت لك دكتور أنا ما معلوماتي فيها ضعيفة هاي اي نعم نعم دكتور وهي الحركة وهي الحركة الستيريثرايتس فالكبار في الامر بس يتحرك لأنه في استخدام لهالمفاصل طبعا هون في احنا عارفين شو السبب بصير في عندي يعني ممكن في بعض الحالات تصير في عندي للجونت نفسه هاي يعني اكثر اكثر او او دمج عارفين شو او 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 هذا وين في الاستيريثرايتس او او في الريماتويد الريترايتس لا مو هو الريماتويد دكتور لازم يكون يعني بجهتيا على ما يعني اتذكر انه بجهتيا لازم يصير الالم يعني بايلة اي طب بالاستيو بالاستيو لا حتى بالمكان اللي هو يصير عنده يعني اللي يصير في دمج نعم مية بالمية طيب هذا شو يعني معناته انه في الحركة حسب المكان اللي في دمج بصير في ألم لكن ليش أول نص ساعة في لما توعد بيكون في عندي الألم شديد لأنه الألم بيكون مستمر تمام يعني أول ما أصحب بيقول لك والله أنا قاعد بديش بديش أقوم تعبان لأنه هسا بقوم بتألم بس الألم هذا بيخف بعد فترة تمام الآن في ممكن يصير في عندي بلد أب على يصير في يعني يعني اللي بيصير في 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 بيصير في أو يعني المرضى ممكن يكون طبعا في تعرفوا أنت في حالات كل الأحماض اللي احنا بنستخدمها على اختلافهم يعني والسنوي هذول بنعالج فيهم بينما في في عندي هاي احنا بنعالجها بأدوي كثير منها يوم غير حتى جرعة بتكون نحير وبتكون يعني هون بحكي قاعدين عن آآ آآ يعني بيكون كل طبعا من و جرعته من زي جرعة الكانسر آآ مين بيقول لي دوى هيك عليه الآن حكي كثير هايدروكسي كلوروكوين مش احنا بنعطيه الريماتويد للملاريا هايدروكسي كلوروكوين هون من الادوي او او كلوروكوين طبعا بس احنا هايدروكسي آآ هو اللي يعني وعلى الاغلب حسب معلومات الوسططني انه في الاردن اللي عنده مش يعني اللي بيجي ففي حالات الروماتيك آآ روماتيزم يعني من من الادوية اللي اللي هايدروكسي كلوروكوين كمان اللي هم في بعض الاحيان بيستخدم ادوية هذو الادوية اللي 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 في هالحال آآ في حدا اللي هون عنده سؤال مهم ان احنا كصياد خاصة لكن هالأسسما احنا ما نستخدمها يعني كدينوستيك تكنيك هز اطول هل ايضر اه او للطبيب من هاي يعني التول اللي احنا استخدمها انه لازم نسأل عن شو سبب البن والله عندي هذك مثلا بين رأس سبب بيختلف عن في عندي ممكن يكون هذك يعني صار في عندي في المصر تمام طبعا ما منكتسب بعض الاشي كتير مهم في البن مثلا نعط المثال على الهذك مثلا اذا بروح بيكون بسرعة بعدين بروح يرجع برضو سبير هذك بلنا نشوف هل هو مصر هو مثلا زي حالات آآ هل هو في المصل هل هو آآ تمام هل هذا يعني في اشياء مصاحب الازياء ورقصانه مثلا مع الحركة بزيد او بغل عشان هاي كلها بتساعد نعرف ايش ايش اللي بصير قاعدة عند المريض وهل افكتب ولا مش افكتب في هاي الحالة